اشتركوا في القناة الحالات القائمة في الشهور الأولى من الانتشار كانت قليلة مقارنة بما وصلنا له اليوم وباستطاعتنا العودة للمعدلات السابقة بإذن الله من خلال الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية وقد بين المنحنة الخاص بالفيروس أن الحالات القائمة في تزايد مستمر فقد كانت الحالات القائمة 114 حالة في 22 نوفمبر 2020 بينما بلغت 896 حالة في 12 فبراير 2021 وهذا تطور للأسف خطير في حال مواصلة عدم التزام كل فرد وتحمله المسؤولية الوطنية والمجتمعية ونشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية السلالة المتحورة الجديدة انتشارها سريع وتحتاج زيادة الحيطة والحذر والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المسؤولية مشتركة تجاه أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا ووطننا وعلى الجميع أن يكونوا على درجة من الوعي المطلوب ليتجاوز تحدي كورونا بنجاح الجهود مستمرة للتصدي الجائحة وعمليات تتبع أثر المخالطين كشفت من أسباب انتشار العدوى هي المخالطة المباشرة كما تبين من خلال عملية تتبع أثر المخالطين أن النسبة الأعلى من الانتقال أو انتقال العدوى بين المخالطين هي نتيجة تجمعات عائلية ومناسبات خاصة وذلك من نحو 300 ألف عملية تتبع للأثر تم إجراؤها نؤكد على الجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى في محيط الأسرة وتجنب التجمعات العائلية عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتراخي في تطبيق الإجراءات كان سبباً لارتفاع الحالات القائمة وزيادة معدل الانتشار